موسيقى بالأجمول القشة القدينا صديفه سيوسف أبعداس كاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمقاولة الصغرى والمتوسطة في قطاع البلسانة سيوسف مرحبا بك مرحبا سيبوستا كان عدتكم أحد المشكي المؤخرا المتعلقة بالتأخر في صرف مستحقاتكم كنت أسمعنا بأنه تم بداية الطي هذا المنظف قدم لأنا توضيح أكثر حول هذا الموضوع شكرا سيبوستا وتحية للمنظر الإعلامي على هذه الاستضافة غير أولا قبل أن نهضروا على هذه المعضلة خير في الأداء لا بد أن نرجعوا بش نعاودوا نشيدوا مرة أخرى بواحد المبادرة اللي كانت قامت بها الدولة تحت الإشارة السامية لجلال الملك نصر والله أثناء الضرفية ديال كورونا اللي لقاتوا واحد دعم ديال أكسيجين اللي كانت سبب ديال إنعاش ديال المقاولات إما لو لم يكن هذه المبادرة الملكية السامية لكانت معظم الشركات بصفة عامة في خبري كان يعني تنفسه شونا الحمد لله كانت هذه التفاتة من طرف جلالة الملك اللي أعطى للقطاع المقاولة بصفة عامة الدعم والإنعاش أثناء هذه الفترة اليوم هذه المعضلة تأخير في الأداء لن نكونوا منطقيين والتأخير ما كانش غير على مستوى جماعة دار بيضاء كان في مجموعة الإدارات والمؤسسات على مستوى الوطني الإشكال المطروح هنا بالنسبة للدار بيضاء هناك كان واحد المخلفات سابقة حيث لأمني كان نقوله أسميته ما نحملوش واحد جهة لأنه منك القوم تأخير لأداء لبعض الصفقات لها من 2019 نرى المجلس السابق تحمل فيه جانب من المسؤولية ولكن الحمد لله أنه بعد الصرخة دينا والخروج دينا أسميته تمى هنا من هذا المنبر لا بدنا نحييه واحد واحد الإطار اللي هو موديل للمصالح على المستوى جماعة الدار بيضاء لنحييه على تفعيل للمقاربة التشاركية اللي استقبلنا ووضح معنا هاد الأمور هذا جميع الشروحات ومقارنة غير وكيف يتم جدولة هذه الصرف هذه المستحقات من خلال الصروحات في الظرفية اللي تولى هاد سيدة ربما دي الأربع شهر مقارنة مع ذلك اللي شناه على الواقع غير الأمور لكن هناك مخلفات وعلى الذكر دينا تم إعفاء بعض الجهات للتشارط لها الأسابيع وكانت السبب في هذا الخير لأن هذا باش يكون الواضحي هاد تقصير هذا يرجع له كان عنده سبب من بعض درسميته ديال المسائل المشرفين على الأشغال وهذا اليوم الحمد لله كيف حدث تصرف يعني اللوعود كيف حدث تصرف المستحقات ديالكم حاليا اليوم هذا الشيء هدف الدراسة تحط دابة في درسميته ديال وتدرس غادي في إطار دابة داخل في درسميته ديال خلصت دابة أولا باقي لكن دابة غادي في اسميته ديال لو اختر الفلوس دابة حاليا اسميته باقي ربما في هذا الأسبوع غادي نعطيكم اسميته بأننا العدد للشركات التي توصلت بالمستحقات وكيف حالت تقربت على الشركات التي تدثن من جلس المدينة هنا حسنا حسنا في القطاع ديالنا بستانة في القطاع البستانة التي لدينا خبرة عليهم ومولئين من بي ومتبعينه هناك حوالي واحد ما بين خمستاشر ديال المقاولات اللي كيشتغلوا فالإطار هذا ديال سواء للإشغال للإنجاز ديال بعض المشاريع ديال الحضائق ولا كذلك تبعين صيان الاعتياد ديال على مستوى جمع الدربيضاء ككل فأحد صراحة دير كتيب أن التأخر في صرف المستحقات يهددون هذه المقاولات بالإفلاس يعني واشنطومة تتعول على المستحقات مجلس المدينة ولا لديكم شاركات مع قطاعات خلف على صعيد المدينة ولا صعيد الجياب الصفاحة وهو من طبيعة الحال أي شركة لأي مقاولة كيفما كان القطاع ديالها ركتعول على قامة بواحد المجهود ستخلص لأن عندها مجموعة الالتزامات كينين ديون كينين مستحقات ديال الأجار رأيوميا كينين مصالح ديال هذا مفروضة ودائمة ضروري أي شركة ولا أي قطاع ما كانش عنده المستحقات وكانت خير يلو هذا يدب الإفلاس لا محال بأنه من دون شك نطلق لقاء تقربا في يونيو 2020 مع العمزة مدينة الضربدة وستجبت لكم وش قلص معها وش وش وقع غير بخصوص الطلب اللقاء هو جاء بعد الحديث على الإزمة النودات المياه التي تعرف المملكة بصفة عامة ومن ضمنها كذلك خاصة جماعة الضربدة النظر لربط التعليق المقاولات المهانية في السنة بسمية الماء كان هناك كيف نعرف بأن بعض القرارات تدبير المياه السقي ونحن كمقاولات وكقطع هذه الفئات من المقاولات دائما كان لدينا نحن 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 دائما نشك أو ندير ونحن لدينا كذلك تصوير ونضيف ونساهم بناء الخطاب الملاكي السامي الذي جاء حول إشكالية الماء ونحن نحن مجهود من خلال حسنا الوطني ونقدم له الجهات المسؤولة خاصة على مجموعة الضربدة ونشاركة مع مجموعة المعانيين مع الخباراء مع المهندسين الإبيجاجيس ونحن صدد لإتمام تقرير شامل حول كيفية التدبير للماء وكذلك قبل أن وصل التقرير هل الجلسات معكم متبال العمدة أو باقي مجلسات للأسف منذ 16 جوان 22 نحطينا الطلب السيدة الرئيسة المحترمة ولكن للأسف لحدود الساعة تفعيل المقاربة الشركية لا تفعيل كنا نقول عمال المجموعة للإعتبارات تشكيل المشاكل المجاليس والترتيب هذا ولكن من طول المدة 16 جوان هذا شوية ودائما الهدف كان نطلح الإشكالية المعضي للمستحقات الشركات وكذلك إعطاء الفرص للمقاولات الصغراء في جزء الجزء من الميزانية العامة لجماعة الضربضة لفئة من المقاولات الصغراء كيف ساقي المساحات الخضراء كيف أهم الخلاصة التي خرجوا مع التقراء هذا هو الإشارة لنوضح سيبوستو من خلال الموقع ودائما مع استشارة مع المهنيين ومع بعض الخبار ومكاتب الدراسة فالضربضة لا يوجد أزمة المياه لأن النق ديال سميت وعد بالدليل لنفج العيون التي هي منفجرة على مستوى العين السباع والذي اللذي 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 هن الحلول اللذي كانت عندنا أن نعرف في السابق أن أي جرداء عندها ربط السقي بالماء الصالح للشرب وهذا غير مقبول في حين أن لا يعقل أن نحن تكون واحد صفقة ب واحد ضخمة ديال الملايين ديال الدراهم وما نخصوش نحتدو ديال البرجول اللذي غير يحف الناس ونستغل لهم نديرو فيهم لطاقة البانوسول كان نكون ضرب رصورين بحجرة واحدة منها كان نستغل له ما كان نستعمل الماء الصالح للشرب في السقي ديال الغرس وكذلك بأن اليوم دبجا قرار القرار المذكري التي جاءت من طرف الوزر الوصية أن تدبير المياه بعض المنتخبين قطعوا المياه على المساحة الخضاء التي مصوبة من العام من الجيوب دفع الضرائب بالتالي كان يجب الإجراء هو حلول كان على الأقل مثلا في الظرفية اليوم الحمد لله الوسائل المتطورة التقنية 24 ساعة ديربيا ديربيا منها اليوم نضبر هذه المياه الصالحة على الشرب من استعمل وفي نفس الوقت مضح لنا الحضائق والمتنفسات العمومية للساكنة البيضاوية سيوس أفعدات شكرا جزيلا على قبول الدواء متتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله من برنامج كازا سيتي